السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما قلنا المكون الاساسي هو الكركم سوف نضيفه لها بالنسبة للياغورت طبيعي سوف نضيف لها واحد لسد المعالك الكبر زيت اللوز الحلو زيت اللوز الحلو زيت اللوز الحلو هذا المعالك صغير ثم كفر صغير 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 سوف نخلط المكونات يجب ان تخلط مزيان لك خرقه من البلدي مع ياغورت و زيت اللوز لنسبة الوصفة نفع بزاف الناس اللي فيهم الكلف الناس اللي فيهم ليطاش الناس اللي ديما اللي بحلي باهته الناس اللي ديما يقلبوا على النظارة في البشرة فهو ماسك زوين بزاف ويعطيك نتيجة زوينة لهاد الحويج اللي اذكرتهم بالنسبة لطريقة الاستعمال الناس اللي ما عندهم ليطاش بزاف والكلف بزاف كيستعملوا جوش مرات في السمانة كيخلي واحد نص ساعة في الوجه بيانسوا دائما ممور اي ماسك دروري الترطيب اي مكان نوع ديالو او كياللي كيستعمل شي زيت معين كينتنسب البشرة ديالو فكل شي مزيان مهم كل واحد كيستعمل ما اللي كيناسبه كانوا في كلية تاش بزاف والكلف كتير والبقع اللي هما شوي اكبر كانت تستعمليه ثلاثة المرات في الأسبوع ثلاثة المرات في الأسبوع لمدة ثلاثة تقريبا على الاقل واحد ثلاثة تستعملي سواء كانوا في كلية تاش اكثر او الاقلاء واحد ثلاثة تستعملي هاد الماسك واكيد مع الوقت غادي تلقي نتيجة اللي هي زوينة اكبر انه يقدر حتى ثلاثة نقوله مع الوقت غادي صعوبة باش يتحيدوا ولي كنت اكدي ان الوجه دي لكي ولي في واحد نظارة ما شاء الله هادي بالنسبة للطريقة اللي ولا انا منش حال هادي كيما كنت استعمل هاد الماسك كنت كنت استعمل فقط غير الكركم والياغورت والياغورت مسوس زوين بزاف او حتى كما قلنا مع الماء او مع الماورد بالنسبة للناس اللي معنومش زيت الزيتون دكتور قال انا ممكن تستبدلي هاد الزيت زيتون بالمادية للخيار وصراحة ان الماسك اعتمت عليه بالمادية للخيار لان المادية للخيار زوين بزاف البشرة يعني وبنسبة الحروقات البشرة والمشاكل اللي كتكون في البشرة وكيعط النظارة وكيساعد ان البشرة دي ما تبقى صغيرة دي ما تبقى شابة المهم عنده بزاف دي الفوائد كثيرة فكنت كنت استعمل ممكن استعملش الزيت الخيار وهو الماسك اللي اعتمد والقيت عليه نتيجة زوينة هذا ما كان فيما يخص الماسك ديال كوركم كنتمنى تكونوا استفتوا معنا وانتلقى ان شاء الله في فيديو قادم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة